اشتركوا في القناة رقم 765 بيبدأها المعندس عدلي بالتحذير من هذه الرمال المتحركة خير استاذ ابراهيم اذا اردت ان تضرب كيان مستقر ايوه يطلق عليها الاشعات وضربوا في سوابته واستخدم كلمة حرية التعبير خلاص شعر برق جميل وكأنك تدافع عن الحريات انا ما يفعل الغار بذلك وهم يغتلون العراق بكذبة صحيح ويشعلون الشرق الاوسط والمنطقة العربية بدعاوة الدفاع عن حقوق الانسان هم يقتلون الانسان دفاعا عن حقه حاجة غريبة جدا ولو مارسونا هذه التقوص على نفسهم في الرياضة اقل بقى وشوف بس النمازك بتنتاج وسائل اخرى لا تبدو بهذه الفضازة ولكنها ايضا مجموعة من الشائعات الاكاذيب حاولوا ضرب من 2014 ضرب الاهلي في قيمه وتقليده وسوابته ونظامه لم يفلحوا رغم انه ما زرعوا جواه من يكرهون الاهلي اعداء الاهلي وحذرنا من هذا الكلام وزهر متأخرة الان المعركة بقت في ضرب ايه العلاقات الاهلي الاهلي والاهلي بقدرته لان هي دي هو كان عظمة الاهلي مبنية عليها على تاريخ على سوابت على تمسك بقيم متقليد على عمل مؤسسي على علاقة اطراف النادي الاهلي ببعضيها بثقة شديدة الادارة بتاريخها برموزها ثم تمسكها بالعمل المؤسسي ثم الجمعية العمومية والاهلي ثم جماهير والاهلي التي كانت دائما هي اللحمة والسند الحقيقي ان النادي الاهلي تجاوز كثيرا من الصعاب سيد إبراهيم خسرنا خمسة من ساند داونز هتف الجمهور للفريق وهو يخرج من أفريقيا بعد ان فزها بهدف لم يكن كافيا هاي قدى الأمر إلي إلى أن الاهلي يكسب الدور لم يلقي الفوطة ياما اليوم وأنت في منافسة هناك من يبكي على ضياع الفرص آه في حاجات لازم نتوقف أماما عشان نصلح هو مين قال أن الاهلي لا ينقض لكن لا يشتم صحيح الأهلي ورموزه ولعبته وجماهيره لا تشتم ولا تساب ولكن ننبه بعضنا وفيه كلام نقوله بيننا وبين بعضه فيه كلام بس احنا من كتر ما بنجلد الزاد في العلن جرأنا علينا الآخرين صحيح عشان كده كانت هذه الحلقة المهمة فقط لصالح الأهلي ولمصلحة الأهلي ولقيمة الأهلي وهذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله آفة مدينتنا الآنية الغربال لقد جاوز الكذابون المدى وبعضمت لسانه العدالة مفقودة طب وبعدين والشموع الحمراء عن علي بيك أبو الفتوح باشا وأسرار الملك الموت عشقا في الأهلي ومجلتنا من أربعين سنة خلينا نقول في البداية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتون محمود الخطيب يعقد حالا اجتماعا اجتماع عادي ما هواش اجتماع طاري اجتماع دوري في مقر النادي بالجزيرة ولازال الاجتماع مستمرا وعلى بنوت جدول للأعمال الكثير مما يهم النادي الأهلي إداريا وأيضا في مقراته المختلفة حين ينتهي الاجتماع سنقول لكم أبرز القرارات اللي صدرت عنه لكن النهاردة كمان قبل اجتماع مجلس الإدارة كابتن الخطيب استقبل في النادي وفدا أردنيا شقيقا من نادي الوحدات الأردني اللي استقبله كابتن محمود الخطيب في النادي الوفد ضم الدكتور بشار الحوامد رئيس نادي الوحدات وحاتم أبو معليش عضو مجلس إدارة نادي الوحدات ومحمد الكيال المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة للنادي الأردني الشقيق الكابتن الخطيب زي ما أنتم شايفين رحب بالسادة الضيوف في مكتب مجلس الإدارة قاعد صالح سليم عبر سيد بشار الحوامد رئيس نادي الوحدات عن سعادته الكبيرة بحفوة الاستقبال واهتمام الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة بالاستقبال اللي حضروا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وتم التشاور حول الكثير من أوجه التعاون بين الأهلي والنادي الأردني الشقيق ذات الشعبية الكبيرة في الأردن وعبر أيضا السيد بشار الحوامد رئيس نادي الوحدات عن رغبته في استلهام تجربة النادي الأهلي في استثمار موارده والتوسع في قدراته وإمكاناته الاقتصادية وأيضا لإقامة مباراودية تجمع فريقي الكرة بالأهلي والوحدات سواء في القاهرة أو عمان هكذا دائما علاقتنا بالأشقاء العرب في أي مكان الاحترام والتقدير المتبادل النظر إلى أهلي كنموذج ملهم وإحنا من جانبنا السعر الدائم والدقوب لتوطيد هذه العلاقات لصالح التقريب بين الشعوب وهو ده دور الأهلي ومسؤولياته يا جماعة شفنا الأهلي مع الأشقاء في الجزائر ومع وفاق ستيف ومد جسور الود والإحترام والأخوة مع الأشقاء في الجزائر وشفناها أيضا في تونس وشفناها في السعودية وفي كثير من الأقطار العربية الشقيق هنشوف أبرز تصريحات السيد بشار الحوامد رئيس نادي الوحدات بعد زيارته للنادي في البداية شكراً للنادي الأهلي للقائمين على الإعلام في النادي الأهلي شكراً لرئيس مجلس الإدارة الكابتن الخلوق محمود الخطيب زيارة مهمة وتاريخية لنادي الوحدات وبداية التعاون إن شاء الله مثمر ليست اتفاقية وحبر على ورق ولا بروتوكولات رسمية بعيدة عن كل هذا الموضوع سيكون هناك عمل على أرض الواقع تم التنسيق من هذه الزيارة منذ فترة طويلة لكن ظروف منعة الناديين يكون في اجتماع سريع لكن إن شاء الله ستكون هذه بداية مثمرة للتعاون على أرض الواقع اليوم تم طرح العديد من المواضيع مع الكابتن الخطيب فيما يخص في التعاقدات اللاعبين هل ممكن الوحدات يستفيد من اللاعبين في النادي الاهلي خصوصا لما عندهم فرصة بالفريق الأول ممكن يستفيد منهم الوحدات بدلا من نتعاقد مع اللاعبين غير معروفين اليوم النادي الاهلي موجود وهو يعني نادي نحن نفتخر فيه بالأردن نادي يعشق الملايين صراحة كما يعشق الوحدات الملايين طلعنا على التجربة الاستثمارية في النادي الاهلي وكيف يتم تسويق شعار النادي الاهلي وهو الأهم وطبعا تجربة ناجحة فعليا وقوية جدا ان شاء الله الوحدات يستفيد منها بشكل إيجابي ومهم يقدر يستفيد من شعار النادي الوحدات بشكل أفضل اليوم في الوحدات عنده متجر إلكتروني وطريقة التسويق معينة لكن لازم نطلع به ونرتقي بالفكر للمستوى اليوم شفناه في النادي الاهلي في موضوع التسويق واستغلال الشعار بطريقة فضلة هذا هي بداية التعاون إن شاء الله رح تكون العديد من المجالات سيتم توقيع اتفاقية قريبا جدا بعدما تحطينا الأطر والخطوط العريضة لهذه التفاقية والتفاقية تعاون فعلية على الأرض وتم دعوة النادي الاهلي لزيارة الأردن ولعب مباراوة دية مع نادي الوحدات وجمهير النادي الوحدات وجمهير الاهلي في الأردن متشوقين لأخواننا المصريين وبالخصص النادي الاهلي على الأراضي الأردنية يعني نادي الأهلي نادي متكامل يمكن هذا المقر واحد من أربع مقرات في محافظة واحدة وهذا إنجاز يحسب للنادي الاهلي يعني صراحة منظومة متكاملة قاعات رياضية مجهزة لللاعبين بكل النشاطات المختلفة ملعب التدريبي صلاة مختلفة للألعاب الفردية والألعاب الجماعية الاهتمام بالجانب الاجتماعي في النادي الاهلي مهم جدا بصراحة وجود العائلات ودعمهم للنادي هذا غير إنه مصدر داخل للنادي لكنه فعلا مهم جدا يكون في عنا يعني مرافق وإنتم تهتموا بالأعضاء الموجودين بالعكس تجربة جميلة جدا وإحنا متمنى إنه هذه التجربة تنتقل للأردن عندنا إشي مصغر لكن سيتم تفعيلها شكل أكبر إن شاء الله في الأيام القادمة النادي الاهلي جماهريته عالي جدا نحن اليوم نعتبر جمهور نادي الوحدات وجمهور نادي الهلي جمهور واحد تعرف أنا بعتبرهم نادي الشعب نادي طبقة الوسطى لكنها الكادحة والفعالة والمحبة والعاشقة لكرة القدم اليوم عندما يكون في بطولة وفيها النادي الاهلي جماهي الوحدات بتحضر المباريات وبتشجع النادي الاهلي كما هو الحال في الأردن ودعمين لنادي الوحدات في البطولة الأسوية العلاقة قاية قوية جدا إن شاء الله لما يكون في مباراة وقريبا رح تكون إن شاء الله مع النادي الاهل الوحدات في الأردن رح تشوف هذه العشق الجماهيري اللي موجود بين الجمهور الوحدات لنادي الاهل كلمة لخصة يا أستاذ إبراهيم نظرة يعني التقدير والاحترام والعشم في نموذج النادي الاهلي كيف نستلم منه كيف نتعلم وأشار أن الأهلي صاحب الشعبية الأولى والكسحة والوحدات صاحب الشعبية حشرات الملايين تشجع النادي الاهلي وهذا هو المكسب الحقيقي ازدياد جمهورنا وكل مداد الجمهور أنت تزداد ثراءا وتزداد قوة هذا هو رصيد الأهلي الحقيقي اللي مش في البنوك البس هو ده اللي بيجيب الأرصيدة في البنوك ما فيش جداد أن النادي الاهلي يعني قيمته في الزيادة المضطردة في جمهورنا حتى في أحلك الظروف تندهش تسوق الظروف تزداد شعبية الاهلي يهاجم تزداد الالتفاف حولين النادي الاهلي صحيح وسائل الاجتماعي التواصل الاجتماعي أدت إلى بعض الهزات البسيطة ولم تؤثر في هذه العلاقات ولكن مؤكد أن النادي الاهلي ينمو بشكل رائع ومضطرد لدركة لي أقول لك إحنا عايزين نشوف ونستلهم من تسويق شعار النادي ونستفيد من هذا الأمر يعلم تماما أن الالي براند مصنف له قيمة تزداد وتنمو يوما بعد يوم وفي ختام اللقاء الكابتن الخطيب أهدى السيد بشار الحوامدة والوفد الأردن الشقيق درع النادي وعالم النادي وفنلة النادي أيضا وشكرهم على هذه الزيارة الكريمة أيضا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تفويض المهندس خالد مرتاجي أمين السندوب بالسفر إلى المغرب لتمثيل النادي في اجتماعات الاتحاد الأفريقي اللي حيقام من خلالها حفل توزيع جوائز الكاف عن المتميزين في هذا العام أو الموسم القري تعرفين أن الأهلي مرشح لجيزة أحسن نادي في القرة في هذا الموسم كما أيضا ضمت قائمة الأفضل داخل القرة خمسة لاعبين من الأهلي من عشر خمسة من عشر هيتعذر سفرهم لارتباط اللاعبين في نفس اليوم بمباراة نهاية الكاس مع الزمالك وذلك قد يؤدي إلى برضو تأثر الترتيب فرص الفوز المحمد الشناوي وعلي معلول وقاليو ديانج ومحمد شريف وبرستاو دول الخمسة المرشحين اللي شملتهم قائمة العشر يعني عندك خمسة من عشر أماكن ومع هذا البعض يتحدث عن تواضع القدرات وتواضع المستوى والمحترفين والمحترفين برستاو وعلي معلول وآلو ديانج التلاتة مع الشناوي وشريف ضمن أفضل عشر في القر حتى الوداد المغربي الفائز بدور الأبطال ممثل في قيمة العشرة بتلات مقاعد فقط الأهلي الوصيفة والذي جعلوه وصيفة لأنه الحقيقة جعلوني وصيفة بالضبط ممثل بخمس مقاعد المهندس خالد مرتاجي حيسافر لتمثيل النادي في هذا الحفل اللي أيضا بينافس فيه الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان المدير الفن السابق للأهلي على جهزة أفضل مدرب وبينفسه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للأهلي والمنتخب والثانين عن تجربتهم في مصر بيتسو موسيمان مع الأهلي وكارلوس كيروش مع المنتخب والثانين لما حقق البطولة ولكن حققها الإنجاز بالضبط إنك أنت علمت وصلت كنت الأجدر ووزره صعبة يعني ضربت جزاء مع كيروش واغتيال حقوقي مع ناوي مع النادي الأهلي هنطلع لفاصل وبعض الفاصل هنشوف الكثير من التفاصيل موسيقى أهلا بحضراتكم الجديد النهاردة الأهلي استقنف تدريباته استعدادا لمباراة الخميس مع الزمالك في نهاية كاس مصر النسخة القديمة نسخة الموسم الماضي الفريق كان خادم بارح راحا بعد مباراة بيرامز أمس الأول في الدوري وريكاردو سوارش قاد هذا المران اللي كانت فيه تفاصيل كتيرة النهاردة والجهاز الطبي يمكن اهتم بتست اللي محمد هاني وبرستاو اللي راجعين من إنصابة واقترب من العودة للملعب النهاردة فيه فحصات كاملة لهم وتست احتمال بكرة أو النهاردة يقرر موقفهم من دخول قايمة المباراة إن شاء الله نتمنى بقى يعني كفاءة إصابات والخبر السعيد إن أكرم يعني يعني آه بقى خلاص قريب آه ماهو دي إضافات لأن الناس اللي مش عارفة واللي عملته قايم النادي الآلي آه النادي الآلي لعب ماتشاط كتير غايب عنه خطة فعب الكامل أي بالكامل آه بما فيه مجون أحيانا أي فالنتائج المتزبزبة دي كان فيها ظروف غريبة جدا لكن الأمر لا يخلو من بعض بصها أستاذ إبراهيم آه اللي مدعي الناس إيه آه وانا منهم على فكرة بس المسؤولية أحيانا بتخليك تختار آه يعني الموقف آه اللي مدعي الناس إنها شايفة إن فيه سيناريات أخطاء ملهاش معنى بتحدث بتضيع منك فرص أنت تعلم أن التحكيم لن ينصفك تعلم أنه حيكله دور في توجيه البطولة تعلم أن الإعلام مش حيوقفه ظهرك تعلم كل ده فكان الحل الوحيد إنك إنت بقوطك الزاتية تتجاوز هذه الأمور بفارق نقاط يؤمنك ضد هذه الأحداث أما وقد حدث ما حدث ف ربك كبير وتعود الحقوق إلى أصحابها بإذن الله إن شاء الله طيب هنشوف ضربة البداية المعتادة مع حضراتك هي دايماً مع مقالي ومقاله آفة مدينتنا الآنية نجيب محفوظ الحياة قال إن آفة مدينتنا أو حارتنا النسيان إنه إحنا ذكرتنا ضعيفة جداً ودي مشكلة كبيرة أوي بننسى الوسط الرياضي بتاعنا دلوقتي وفيما يتعلق فيه مع الأهل بالتحديد الآفة الكبيرة اللي فيه هي في فكرة الأنية والأنية بمعنى إحنا أولاد دلوقتي الأهل يلعب مباراة أو ياخد بطولة يبقى دا أفضل حاجة في الدنيا وده النظام المؤسسي جداً وتعلمهم الأهل وشوفوا الأهل يعمل إيه والأهل ما عندهش أحسن لعيبة بس عنده أحسن إدارة والأهل سيستم بتغير أفراد لكن بيفضل زي ما هو وتسمعوا أحلى كلام نموذجي عن السيستم الإداري والنظام النادي والمطالبة للجميع أنه هم يتأسوا ويقتدوا بيه يخسر الفريق مباراة مباراة يبقى الإدارة فاشلة والنظام ما عندهش فكرة ومتراهل والخطيب وخدع كل حاجة إيجابية حلوة تقالي بالعكس اللعبة نفس الحكاية الجهاز الفني أعتقد لسه أنتوا فاكرين مباراة فيوتشار بعد فيوتشار ريكاردو سوارش ضربة معلم من الخطيب وهايل يا كابتن وبرافو واختيار ثم بعد 48 ساعة تحصل مباراة أخرى لا يوفق الفريق يفضل دايما التهويل والتهليلة باشواني بص يا أستاذ أبراهيم أسهل حاجة تكتب بعد الحدث وكل وما يشغله أي وكل وغاياته أي خلاص أي لكن لما وهنا الخطورة وده اللي خلانا نتوقف ونذكر بعض الأسماء أي أن الكلام كان مبني على تكهنات بالانهيار خصوصا ماتش فيوتشر بعد الجونة أي فكان الكلام قبل المباراة بكمية هدم في عناصر اللعبة وده اللي دايقنا إحنا لما بنيجي نقول فلان ونقول له أنت سفرت ورجعت إحنا مش بنعيره ولا بنمن عليه عشان الناس يزاد علينا إحنا بنفكره يا ابن الأهلي أنت النادي الأهلي لم يتخلى عنك فلا تتخلى عنه لأن طبيعي إن في ناس من المعسكر الآخر حيتصيدوه لك قبله وبعده حيقوله أشعاته لكن اللي مش طبيعي إن أنت تقع في الفخ ده وتنجرف إليه في الوقت اللي نديك عايزك وما تقوليش بقى أصلحنا لا طب بدليل إيه إحنا تكلمنا قبل فيوتشر لما كان الرد المفروض يجي لنا إيه في ساعتها اللي زعلان من كلامنا يردش في ساعت لقى فيوتشر كسب حيرض يقول إيه استنى معاول وقعة وهو ده هو ده اللي أنت بتقوله وده اللي بيعين لك النواية هو أنا بقولك طب طب على اللعيب ولا طب طب على الجهاز الفني ولا أقول حاجة ما حصلتش ما حدش هيصدقك بس وإنت بتشير أولا ما فيش شخصان ما فيش حاجة اسمها اللعبة كلها لازم تأمشي ما فيش حاجة اسمها كده في الدنيا لأن ده اللي عايزين يغرسوه في عقل جماهيرك دلوقت ما فيش حاجة اسمها فلاني الفلاني تسخر منه وتهده وتسخر من قدراته وتدي صفار وتدي أرقام كلام ده في المباراة ماشي لم يكن على قدر المسؤول في هذه المباراة وأول متوقع دون أن تغفل الظروف اللي حنتكلم فيها أثناء المباراة وماذا تركيز المنافس بتاعك في المباراة يعني إحنا حنيجي في مباراة بيراميد والآهلي مش كده فيها فقط يعني طلع هاني اتكلم بجملة ناس لاني طبع إحنا لعبنا بغير عند هذه الجملة أمور كتير بتتفصل من ناحية الفنية سيبك من ناحية كمية إنما من ناحية الالتزام والتركيز والدوافع وكده الكلام ده طبعا إحنا بننبي ليه ليه فرقتنا كانت وحش ساعة الجد فرقتنا كانت آه وحش لأسباب تخصها وتخص المنافس وتخص ما يحدث مع هدم معنوات كل لعب على حدة حسين الشحات يا راجل اللي تبهدل واللي يوم خرج بالقايمة قالك سوارش استبعدوا لعدم القناعة اتضح إن عنده أطعف الغضروف بقاله مدة طب داي في حد عنده أطعف الغضروف ويقدر يديك مستوى ثابت في حد طلع عليك ما هو الوينشي عنده نفس الإصابة تعرف لو كده ده تفصل لماذا الوينشي ما هواش أحسن مدافع في فصل النهاردة يقول تمس لاو العزر احنا عايزين نشوف الناس احنا عندنا سكواد كنا فرحانين بيحقق حاجات حاجات حلوة جدا لكن طبعا من بعد كاس العالم حدثت متغيرات تأثر على أي فريق هنيجي في ظرفة ونتحدث ده كان كلام مهم جدا عن آفة الأنية اللي هي المشكلة ساكنة عند الخبراء والمحللين والنقاد الجمهور ده شي طبيعي جدا الجمهور الهزيمة ممكن تدايقه والفوز ممكن يسعده فمعنوياته ومشاعره متحولة وسريعة وده أمر طبيعي جدا لكن المفترض المحللين والخبراء والنقاد الناس بتشتغل على قناعات حقيقية وقيم مهنية واحدة واضحة مهنية وعلمية مش هي في الهوى أي حاجة بتمرجحها ده نقد مراجيح لا ومش شوية هوا يودي حاجة مهمة جدا مش انتقائية بتجيش ترصدني وسيب نفس المعقف أصعب منه لغيري ولا تتعقابه وفي نفس الوقت ظاهرة حول فعلا لأنك انت مش شايف لحاجة واحدة فقط تخص النادي الاهلي الاهلي بيعاني من عدالة إعلامية مفقودة وفادحة جدا حقنا النهاردة وحق الاهلي علينا ان احنا نكشف كل ده بعد الفاصل لكن عايزة أطمئنكم منتخب مصر كورة اليد الحمد لله شوط الأول انتهى بفوزه على الرأس الأخضر 24-12 دابلو سكور ليقترب منتخب مصر كثيرا من إحراز كأس الأمم الأفريقية لكورة اليد هنطلع لفاصل وبعض الفاصل كلام مهم في الغربان أهلا بحضراتكم من جديد شفنا آفة مدينتنا وشفنا ما يتعرض له الأهلي من نقد موجه ومتحرك ومتغير باستمرار يعني الفريق يكسب هتمتدح علشان تكسب صف الجمهور هتغازل الجمهور وهتمشي مع العمى بس هتستنى فأقرب فرصة يتعثر الفريق يتم الإجهاز عليه بكل العمف هنا لا نتحدث عن الجماهير لا الكلام يتحدث عن المحترفين كلام يا جماعة خبراء ومحللين ونقاد لأن دول المفروض اللي عليهم التزامات مهنية وموضوعية الجمهور متلقي الجمهور مشاعره متغيرة الجمهور بيفرح مع الفريق ويتدايق للفريق لكن الرأي التالي التحليلي والنقدي هو ده المشكلة هو ده اللي بيصدر الصورة وهو اللي بيتعمد ازاي يطمس الحقيق ويخفيها ويصدر صورة حتى من المعلقين انتو بتشوفوا القافة اللي بترتكب في كل دول عشان كده كان فيه كلام كثير مهم في الغربال لقد جاوز الكذابون المدى مش الظالمون بس الكذابين الحقيقة يعني وصلوا اخرهم احنا عرضنا قبل كده لمظاهر وحالات كتيرة من الاندساس في السوشيال ميديا ضد الاهلي يحط شعار الاهلي ويكتب لك اهلاوي وبعد كده هاتي تكسير وتخبيط في الفريق وهو اصلا بيدار من المعسكر الاخر لكن ان يصل الامر ان يتم انشاء مواقع بعينها مواقع تتأسس وصفحات يتم تنشينها للضرب في الاهلي في هذا التوقيت ده التوقيت الحارق جدا اللي حذرنا منه كتير لما يصل الامر انك انت تدعي كمان كذبا على عضو مجلس الادارة ما يطلع موقع ينسب الى الاستاذ محمد الجرح عضو مجلس ادارة النادي النهاردة انه غضبان وانه كمان يكتبوا له تويتا على لسانه يعني بصوا الكذبون جوازوا المدى ازاي يتكتب انه محمد الجرح بيقول ليس هكذا تدار الامور في مؤسسة بحجم النادي الاهلي وفي مجلس ادارة التشرف بعضوياته ويضم زملاء عزاء وكلهم قمات محترمة كلهم في موقعه ورئاسة الكابت محمود الخطيب يعني لما لما الراجل ينتقد ويتحط له صورة ويتكتب عليه هذا الكلام انه بينتقد سياسة المجلس ويتحط العنوان انه محمد الجرح ومحمد الضماطي غاضبان بسبب تهميش دورهما في الاهلي موقع موقع معمول خصيصا عشان يبدأ يضرب في ده اضطر الاستاذ محمد الجرح انه يبعت يكتب على حساب الشخص بتاعه انا متواجد الان داخل النادي الاهلي واشارك في اجتماع مجلس الادارة برئاسة الكابت محمود الخطيب واكد ان هذه الاشعاعات كاذبة ولا اساس لها ده تسمي ايه اسمي متوقع اسمي هي لحظة يتكالب عليك الجميع اولئك الذين تربصون بك و يعني اسمي ابرأ ان يكون هناك من ينتمي للأهلي فعلا في زمرة هؤلاء اربق بهم اربق بهم ان احنا مش عايزين ان يستغلونا الى هذا المستوى فيبتدوا يستخدمونا دون ان ندر دون ان ندر ضد بعض ضد النادي الالي في تفريق الصف واحنا قلنا من حقنا طبعا نعود ونتكلم ونوصل صوتنا لإدارة بكل الطرق لكن السباب والشتيمة والهدم المستمر ما تتصرفش بغضب اتصرف بزعل لكن مش بغضب ازعل اتدايق لانك وانت زعل اتدايق بتدار على الحل وانت غضبان بتدار على الانتقام والفرق بالاتنين كتير فانت مش كل شيء على رأيك حانهار لكن السيد برهيم ماهو ده وضع طبيعي لان الاعلام في مجمل واستطاع في كسافة اعلامية بتوجه الرأي الكروي وخصوصا معسكرات الانتقام الشعبية الى انها في قناعات معينة افضل اكدف وقول ولح الاهلي والاسماعيلي قعداء علشان ما تصدفش الاسماعيلي وتبقى كدبة ومهما ردت بعد كده بترد بالاسماعيلوية نفسه ما فيش فايد وتكتشف ان لك جمهور كبير في الاسماعيلي اي بيتواصل انما اللي صوت واصل مين الكذاب الاعلي ما بيلعبش في الاسماعيلي قالي بالعاشر عايزين نلعب لاسماعيلي يلا ايدي على كدفه اكدفه من غير ما نخش في تفاصيل بس تجو تلعبه في القاهرة وتتفاتح الابواب للجمهورية بالضبط وريني بقى لان انت كمال ولعبت عندك في ظل تحجيم ما تجيش تقولي 3000 3300 لان انت نسب جمهورك الى نسب الجمهورية مهاش كده افتح الجماهير ولعب في اي حي ساعة ملعبك وساعة ملعبك بس هي كده اذا كان فيه عدالة بقى اذا كنت اللي حتيجي تحرمني من جماهيري ولعب مش بس مع الاسماعيلي مع اي حد من اللي قالي ده انا مع النادي الفلاني انا يا جمهوري بقى زاجه مهور وليه وبعدين تيجي تبص تلاقي الناس تقولك مش عارفين ناخد تذاكر وتبص المدرج ما تليش الخمس ثلاث ما دي لغز عايزين نحلله النهار صحيح لكن هو فيه حاجة في التركيبة الاعلامية الموجهة فيه طبعا لما انت يا سيد إبراهيم يجتمك اعلامي ويزور جوابات ويتواصل مع المنافسين في تونس عشان يحرد ضدك ويقلب الرأي العام ضدك ويتواصل مع المسؤولين في مجل الشعب عشان يزيف خطاب مزور وتثبت الامور ويتقلب الاسم مين هو فتكتشف بعد شوية انه راجل ده بيستضاف ثم له برنامج بطاقة ده موقف حيبقى عادل فر طيب لما واحد يشتم رموز جماهير النادي الاهلي لا مش هتامش الجماهير مجلس ادارة النادي الاهلي بقبل اقضع الالفاظ وموقفه الدائم معروف تفاجأ انه في قناة نادي منافس بيعمل برنامج ويقدم وكنه المعايير فين فين المعايير بتقول ده ينفع وده ما ينفعش طيب انا عديك مسأل مقلوب لو حد من السوشيال ميديا او من فرق الاعداد المنتام النادي الاهلي عمل نفس الشيء سب مجلس ادارة نادي زمالك بهذه الالفاظ تستطيع او تتخيل انه ممكن يعمل برنامج هنا مستحيل في قناة الاهلي مستحيل المعايير بتاعك ايه المعايير بتاعنا بقى اخلاقي حتى لو هو اعظم اعلامي لكن دي اللي طلع منه واللي الناس شفيته شيء طلق مش ممكن هترجعها في المصورة حتى لما اعتذر عنها اعتذر عنه من ينوب عنه وحتى لو اعتذر لازم اصحاب الشأن وق واصحاب الشأن هنا مش العمري والمرتاج واحترام للناس كلها ولا عدل ولا خطيئ ولا حد اصحاب الشأن هو الكيان والكتلة الجماهيرية اللي وراه لان دول احنا بالنسبة لهم نمثلهم شيء يحترم مش انا عدل يعني المجلس القدارة شيء يحترم وطول عمر محترم لانه لم ينطق يوما لغوا هاتلي واحد في النادي لاني شتم محد ويوم ما بيحصل بيتم الحساب في لعبة بتتشاطب عندنا عشان عملت موقف ولا لكن انا عايز بس الدنيا لان المسألة طب مش هنتكلم في المواضيع خلاص اتحلت محسوسة متشافة اي احنا يعني ميزان العدالة الاعلامية العدالة التحكمية العدالة في الاتحادات يا سيد ابرهيم تحدثت وتحدثنا هنا عما المخطط بتاع التحاد كرة الطائرة قبل ما تنتهي البطولات اتفتحت امتا وبعكس اللوايح وسمح بالتدعمات امتا لحد ما الدنيا لحد ما اقيلة مدرب منتخب مصر ابتدت الناس التكلف الحاجات دي هو عشان فلان قبله فلان طب احنا اقولنا الكلام ده مش بنقلف وشورنا بالاسم ومن سنتين شفنا ما فعله رئيس اتحاد كرة اليد عشان يوجه اللعيبة الدولية كلها ناشئين وكبار في النادي اللي هو بيشجعوا هو لعب فيه على حساب النادي والنادي بقى تمسك في النادي الاهل اتوا نايمين في العسل لا مش نايمين الموجة في ادارة اللعبة شديدة شديدة بنحاول وموجودين وبنقدر ننتزع بطولات رغم كل ده رغم ان احنا دائما الدعم يعني كلمة على الاهل مش علي انا خلاص انا بقالي اكتر شبه سنة اقل من سنة بقليل خلاص انا قلت انا اعتزلت وانا اعني هذا انا لا صلة لي باي شيء اداري ولا قرار في النادي الاهلي في اي اتجاه لا تسويق ولا تعاقدات ولا حتى اذا سؤلت رأي وهو لم يحدث هقول رأي انا بقول رأي هدى عشان الناس تسمع لكن مش بدافع عن نفس خلاص انا دور انتهى تقييم بحلو بوحش وانتهى بنا ذكر صح انما انا عايز اقول انا خايف ما يهمني بقى كل دو كل اللي بيحصل ده ما يهمني بس بشار جمهورك واعضاءك يفضلوا كده مش مش عايزين نتبه لبعض وننشغل ببعض عما يحدث ويحاكل النادي الاه بس مش عايزين كده افضلوا مع بعض يا جماعة وما يجيش واحد عشان حقول الانسان زي ما قلت لك قبل كده يدمر شعوب دفاعا عن حقي شوف يا اخي الحق الذي يرد به بطل احنا النهاردة اه حرات الكلام قول مين قال لك انك ما تقول ما احنا بنقعد نتكلم كلين لكن ما نوصل الامر اني انزع الثقة اوارم الفوط بدري وانزع الثقة من الناس اللي اسعدتني وثبت ادراكها ومسئوليتها سواء لعيبة او مدربين او ادارة عليا وتمسك بالاعلام وساندو اللي هو بيحاول يدافع ويوضح بس مش بطريقتك مش ضروري بطريقتك مش ضروري بطريقتك بالطريقة اللي تحافظ على النادي الالي وتكون مسئولة ايضا احنا احنا اعلام مسئول فوص دائرة كبرى مش كل الناس بترعي المسئولية فيه صحيح لكن هنعمل كده طيب بدأ الفريق يدخل اجوال استعداد لمباراة الزمالك بكرا ان شاء الله الثلاث الالي هيدخل معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة عقب المران اللي هاتدي في ملعب مختار التيتش وبدأت حتى كل المقالات تتحدث عن اهمية هذه المباراة كتب في الجمهورية الزميل خالد كامل القمة وصمعة الكرة المصرية وقال ان لقاءات القمة لا تخضع لأي مقاييس او ترشحات وتنتهي دائما في الملعب فالفريق الافضل يومها والاكثر تماسكا يحاقق النجاح باستمرار وعلى نفس المعنى كتب الأستاذ جمال الهليل أيضا في الجمهورية استبشروا خيرا بالقمة وقال أسئلة حائرة ومحيرة هل فوز الزمالك على المحلة او هزيمة الاهل من بيرامد مؤشر لنتيجة القمة او تحديد اتجاه الكاس بيجاوب جمال هليل بيقول الاهلي خسر مباراة وقدم عرضا سيئا لا يليق باسم بطل اعتدنا عليه وكان بيرامد هو بطل اللقاء الزمالك هزم فريق المحل العنيد ويشق طريقه بثقة في الدور ويعل في كل مباراة يلعبها أنه قادم بقوة المواجهة صعبة ومؤلمة لمن سيخسر المباراة كافة الفوز ترجح الزمالك تبقى لمعطيات الأرى وتفاهم المدرب مع اللاعبين وسقته فيهم خاصة وقد اعتمد على كذا لكن في المقابل سوارش بلدياته وهو بالنسبة لفيريرا تلميذ لا يزال في أول الطريق يتلمس طريقه مع الآلي لكنه يملك ورقة ترجيح فلو خسر في اللقاء لديه مبررات مقبولة وهي ضيق الوقت الذي تولى فيه المسؤولية الأهم من كل تلك المعطيات مركز حراسة المرمى في الفريقين الخط البياني للشنوي أصبح سابت لا وأيضا يتحدث عن تألق عواد كانت الفرصة مواطية أمام عواد ويبقى السباق السنائي ما بين عواد الزمالك وشناوي الآلي وبيقول جمال هليل نريدها مباراة تعكس مستوانا الفن المأمول فلربما نخرج منها سعداء بمستوى اللاعبين فنيا وبمدرسة التدريب البرتغالية التي طغت علينا ونأمل فيها ومنها كل الخير للكرة المصرية اهتمام خاص بالقم يعني شوف بطريقة أو أخرى هو بيقول الكلام اللي بيتقال باستمرار قبل هذه المباراة ايه ان المستوى والنتائج مش مؤشرات على ما سوف تخرج عليه هذه المباراة سواء من ناحية الفنية او النتائج اللي حيكتهد وحيحترم الآخر فرصه في الفوز حتوبها كبيرة اذا تتثاوت الحزوز والحزوز هنا الصفارة ونفس الحزوز بتعطي التوفيق يعني بتعطي المباراة اللي عشتغل اكتر والحقيقة اللي اجتهد اكتر مثلا في بيرامدز والاهلي كان بيرامد استحق الفوز هنقول الاسباب اما نيجي ساعت لكن قبل المطش كان الدنيا بتقول ايه الاهلي كفيته ارجح استنادا ايه لحاجات كتير ايه فخلينا في الكورة دائما مش عايزين ننسى انها لعوب وتتلاعب بالقلوب بالمناسبة فيريرا المدير الفني للزمالك وريكاردو سوارش المدير الفني للالي سبقت قبله ضد بعض في الدور البرتغالي كان ريكاردو سوارش بيدرب جيل في سنتي النادي اللي جي منه للنادي الالي وكان في جزفالدو فيريرا بيدرب فريق بوافستا تبادل الفوز ده مرة كسب اثنين واحد وده مرة كسب اثنين واحد على فكرة بوافستا ده اللي كان بيمرانه جوسيه قبل كده اليوم ما جيبنا ده كان الوضع قبل مباراة القمة لكن يبقى الحديث انها مباراة ذاتة طبع خاص يبقى التأكيد انها دايما لا تخضع لأي معايير او اي مقاييس سابقة يبقى التأكيد على ادراك لعيبة النادي الاهلي لاهمية المباراة الى الدرجة القصوى نطلع على فاصل وبعد الفاصل نشوف بقامين حيتمسك من عظمة رسالة اهلا بحضراتكم الجديد ما تخافش على الاهلي طول ما في ظهره جمهوره لانه بجد جمهوره ده حماه وحماه هو اللي بيحميه وهو اللي حميه لانه مع كل الظروف مع كل الصعوبات مع كل التعسرات اللي ممكن الفريق يمر بيها اللي بيقدر يفوأ الفرقة ويقومها ويحسس اللعيبة بمسؤولياتها حماه وسيحميه اه لا حماه وحماه يعني يعني المصدر والفعل المصدر والفعل فانت رصيدك وقوتك في جمهورك الجدار العازل دايما بين الاهلي والاستمرار فانت انت الجمهورة اللي بيفوأك اللعيبة بييجي فيها جون في الوقت تضايع الجمهور واثق ان الفريده هيرجع كلام ده زي مهم هو مهم للجمهور هو مهم لللعيبة بتاعتنا لان لان اللعيبة عليها دور كبير جدا جدا كل اللي بيحصل من تفاصيل مسؤوليتها في الاول وفي الاخر عند اللعيبة ودايما مع اللعيبة يا جماعة نفرق بين القدرة والمستوى ما فيش شك ابدا ان اللعيبة دي عندها قدرات وإلا ما كانتش جات النادي لاهلي وكانتش عملت اللي فات وإلا ما كانتش عملت كل الانجازات اللي فاتت في ناس مش قادرة توصل لأفريقيا بقالها عشرين سنة اللعيبة دي اللي بيتشكك فيها دلوقتي لعبة ثلاثة فاين الأفريقيا وارا بعض خدت اتنين منهم والتالت ضعت في ظروف صعبة خدوا اتنين ميدالية برونزية في كاس العالم عملوا مطشات كتيرة والسنة اللي فاتت الدور ضع بظروف انتوا فاكرينها وهو بياخد خمسة منهم في المقاعد العشرة المرشحة مش مجاملة لكن نيجي للمستوى مستوى اقل في مباراة برونز من اي تصور ممكن حد يتصوره في تأثير اه في تأثير في ناس اهملت واجباتها في ناس في خطأ جماعي موجود الناس اللي قيمت اه تحملت وتربصت وانتظرت الفرصة بس لعبتنا اللي ادوهم الفرصة وهم اللي ادوهم الفرصة يحصل ده كله فانت عندك قدرات ما عندكش مستوى قبل ما ندخل في ده حابب يسمعكو رائعة فكري باشا ابازة ام يا اهل شوف ولادك والبنود لانه الاهل فعلا لازم يقوم انت دايما انت دايما 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 كل نعم في رحابة عندنا دي رشيد وانت دايما انت دايما 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 في الامام الخلاص هذا تراث كتبه شيخنا في كريباشا وغناه الاحفاد الان بايمان وثقة في كل كلمة نطقوه انت دايما انت دايما في الامام قوم يا اهلي شوف ولادك والبنود انت دايما انت دايما دايما في الامام وهذا جزء من قزمتنا انت دايما في الامام ما بتطقش انك تتعصر وحد يسبقك في لحظة ما بتطقهاش وجماهيرك مش متعودة فبتبقى تقيلة قوي عليهم اي بتساني عشان تخليني اقدر انهض وجري وعوض لفتني واسبع تاني محتاج بقى انك ما تفقدش ثقة كفية قوف معايا وجهني قولي ما انت لو نامت بقدري كان ما دا ما حصلش ماشي قابل منك ما انت لو بطلت رم رمى واكل ما كانش وزنك زال قابل منك ما هونت لو انت خايف علينا كنت هنت نفسك شوية ودست على قلبك شوية مقبولة لكن والله ما انت نافع اصلك لا تصلح واصلك ما تمشيش جنب النادي واصلك 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 وامت التغور وامت التعوى واحسن دا كلام لا يمكن يبني حد هذا كلام للهدم وهو وهي ثقافة مزقوة علينا جديدة مش بتاعتنا احنا طول عمرنا طول ما انت موجود معنا انا في ظهرك ونشوف اخرتها معك والله لما يقس منك مع السلامة مفيش مشكلة على فكرة احنا فيه لعيبة كنا محتاجين لها جدا ومشت ماله لما تمسكش بيها بالعكس وكلهم لعيبة اي واحد منهم مواقف فرقة اي فاللي يعمل كده مش هيستعمل حد بيهمل عن عمد اللعيب اللي بيسهر بره ده بيهمل عن عمد اصداد ابراهيم اللعيب اللي مش مراقب وزنه اللي مش مراقب تدريبه هو سوارش لما جيه قال ما حدش تمرن بره ليه لان من حرص اللعيبة على انها ترجع بسرعة اه وتعوض اللي فاتها كانوا بيروح يعملوا دروس خصوصية قالوا ايه الكلام الفارغ ده وهذا كلام فارغ قد يكون سبب من القزمة اللي احنا فيها فانا بقول ما ناخد من كلام من الاغنية دي ونتحرك كلنا قوم يا اهل قوم يا اهل انت تماعا في كلامها وتقالت امتى وليه هي صالحة لكل العصور من شيوقك اكتسبنا مجدنا طبعا اذا ما احترمت شيوقك ورموزك بالظبط حتتعلم من عشان كده شوف كلمة القيم والمبادئ وصلت ان خلوا رئيس النادي الاهلي يقول لك يعني ايه قيمه مبادئ انا اعرف من القيمة الحب والخير والجماعي ده القيمة المطلقة انما قيم النادي الاهلي تقاليده تقاليده سوابته انا الغاية لتبرر وسيلة قالنا المبدأ اهم من النتيجة والنتيجة جاية جاية بس اعمل الصح هذه قيمة وتقاليدة العمل المؤسسي كده الدفاع عن حقوق النادي بس الدفاع عن حقوق النادي تعظيم كيمة النادي لأ هو دفاع عن حقوق النادي دي مش لقلية مش بتاخد بيع طب انت دلوقتي عملت كل حاجة وناش شايف انك انت لا ده سلوب قيود زي ما بيسموه دلوقتي الشيء الوحيد اللي انت ما عملتوش حاجتين انك تشتمل لشتمك او تهجمه بنفس العنف او انك تنسح تعمله كده من الصح وهنا كمان اتمنى انت نسح طبعا طبعا شوف خسيرك كده هتبقى ايه طبعا اما التدني انك ان واحد اشتمك في الشارع وتنزل تجري وراء تشتمه اعتقد ان ده هزقنا ما يفيدناش احنا بنعمل الطرق مش الكيود الطرق المحترمة للحصول على الحقوق مثلا مثلا الحكم الاخراني ده هو انتصار لمين ده انت رفعت قضية اتحكم فيها بغرامة وسجن لما تم السنف عليها رفد الاسئناب اذا الحكم قائم ولكن جم عند فخرة السجن قالك معي اقاف التنفيذ اقاف التنفيذ دي يا جماعة دي سكينة محتوطة على الرقبة انا لما تديني حكم اقاف تنفيذ ده معناه اي مرة هتغلط فيه هيتنفذ عليك الحكم ده القديم الجديد فوصلت النتيجة انك محدش حادر تجارس في حقك يعني انا اللي عايز اقوله في حكم وانت خد امام الرأي العام حتى خدت حقك الادبي ايه المطلوب انها تبقى اخنقت شوارع لمصلحة مين ومصلحة مين ان احنا نشتبك مع بعض في 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 البيوت حتى البيوت فيها الاهلاوي زم الكو والاسم والانتحداؤ وهو فيها ولا مفياش طبعا فيها انا بقعد كده وشوف الناس بتقعب بتهازر مع بعض اه وتحفل على بعض في حدود الزو لما لقلي قدام اتغاز قوي ما دوس عليه عشان ما يحدفنش بالكوباية لان الايام دول انا ساعت من كتر التحفيل على حد احفزه فينزل يؤدي كما قدى بيرامد امامنا في الماتش اللي فاني وده اللي تقال احنا كنا بنلعب بغل غل يعني ايه خايفين من كذا وكذا وكذا طب وانا ليه بحفز المنافس القدامي لهذه الدرج يعني صحيح ده كان كلام مهم لكن يبقى الاهم ب بعض متلسان العدالة مفقودة طب وبعدين وهنا يريد يكون كلامنا واضح يا جماعة جمهور الاهلي متدايق او متدايق مستاق جدا او مستاق العدالة مفقودة ده معدومة معدومة وعلى كافة الاسعاد من الناحية الاعلامية ومن الناحية الادارية وادارة اتحاد الكورة بلجانه وحنتكلم بمنتهى الوضوح وبالمنطق وهدفنا النادي الاهلي ده اللي هو اعظم منشرف الرياضة المصرية في تاريخها بالارقام والحقائق وده دوره تجاه بلده ووطنه وتاريخه النادي الاهلي اللي حط مصر والكرة المصرية رأسا برأس مع كبريات الاندية العالمية انه يبقى ضاغط على ريال مدريد في الاكثر تتويجا في البطولات الدولية النادي الاهلي اللي هو نادي القرن في افريقيا ومتصدر القرن في القرن الجديد بعد حوالي ربع القرن الجديد ده النادي الاهلي النادي الاهلي اللي ما في بطولة شارك فيها خارجيا إلا وصاحب الرقم القياسي محليا وإقليميا وقريا في الفوز بيها النادي الاهلي اللي تأسى بيه كل الأشقاء العرب وما من دولة عربية شقيقة إلا استلهامت تجربة النادي الاهلي وأطلقت اسمه على أحد أندياتها أيضا تيمنا بقيمة النادي الاهلي فدور النادي الاهلي في الداخل لا ينكره إلا جاحد دور النادي الاهلي الإقليمي أديكم شايفين كل الأشقاء العرب حجم التأدير الكبير جدا لهم للنادي الاهلي عامل إزاي وزيارة الوحدات الأردني مش بعيدة من اللحظات دور القر شفتوا النادي الاهلي حتى لما وصل أنه يتعاقد مع بيتسو موسماني كأول مدرب أفريقي يدرب في الشمال شفنا حجم التقدير في القر السمراء كلها للنادي الاهلي وقراراته وأسلوب الحضار المتحدر في التعامل مع أبناء قرته هو ده النادي الاهلي وده صورة مصر في خاطر النادي الاهلي مصر في خاطر النادي الاهلي جميلة وزيارة الجزائر وزيارة الجزائر شوفوا ترطيب الأجواء مع الأشقاء في الجزائر طبعا شوفوا دور النادي الاهلي هو عمل سياسي وديبلوماسي يعني مش النادي الاهلي أحد أهم أجنحة القوى النعمة المصرية لهذا البلد الغالي النادي الاهلي اللي بيقدم ولاده دايما في خدمة منتخاباته واللي في ظهر دولته باستمرار النادي الاهلي اللي مواقفه إيجابية وباستمرار في ظهر قياداته شاء من شاء وأبى من أبى وتقول من تقول يبقى الدور الوطني للنادي الاهلي الدعم لقضايا وطنه خارج سياق المزايدات بأي شكل من الأشكال الدور الوطني النزيه المحترم هو للنادي الاهلي يا جماعة اللي لازم يتحافظ عليه واللي لازم يدعم واللي لازم تجاه أداء إعلامي أقل لما يوصف به أنه هو منحاز إلى أبعد درجة كل فريق بيلعب مباراة وبيخسر فيه فريق في الدور السنة دي مخسرش هتقولي فريق لكن يتم التعامل مع النادي الاهلي مع أي كبوة بتضخيم وضغط على أعصاب الجماهير لدرجة غير طبيعية وانتو مش واخدين بالكو أنه هذا الانحياز الأعمى في الأداء الإعلامي فعلا ضغط على أعصاب الجماهير وعلى معنوياتها هل يعقل أنك أنت مثلا تيجي تلاقي جريدة زي جريدة الوطن الأهلي يخسر يبقى فيه سؤال مطروح برأيك مين يمشي من النادي الأهلي مين من لعبة النادي الأهلي يمشي هل ده يعقل قبل المباراة أما بس يا أستاذ إبراهيم مين اللي حيجاب على الاستفتاء ده أو حشترك فيه أهلوية لو الناس بتدعوناها أهلوية مزوعة جزء منهم طبعا وحيبتدوا يخترحوا لك أهم أسماء يعني هو وليد ما اللي كانت ضرب في كابتن عبدالله السعيد وهو عندنا ثم الكابتن مؤمن زاكري ثم وليد أعذارو اللي من يتبك عليه النهاردة ثم كل نجمنا هاتلي لاعب واحد نجا من مقصلة أنه ما ينفعش ولازم يمشي طب اللي حيجابك ده قبل ماتش مهم زاكده ويقول دول اللي يمشوا الرسالة إيه اللي هاتوصول إيه الرسالة كسر الفرقن هل ده لصالح الفرقن هسأل أي واحد أنه يشارك في مثل هذه للإستفتاءات عندك 11 ماتش باعي لعيب دلوقتي يطلع استفتاء يتقال أن فلان الفلاني لازم يمشي على فكرة ده لا ينفع لعلى فكرة لا ينفع لما على الأهل والزبالك ولا بيرز ولا أي فريق هم ما بيحصلش غير معاك لكن ما بيحصلش اللي مع الأهل يعني حتى طرحه لأي نادي منافس غلط غلط الدور الرياضي يعني ده مش تقليب الجمهور على لعبته وقدرته طب إيه اللي حيصفر إيه المكسب اللي حييجي من هل طرحي حاجة زي كده غير إزاي تكسر عناصر فرقتك حتى الله أعلم بالنواية لكن ده مش وقته دي النتيجة محناش عارفين النواية ممكن الكاتبة يبقى عايز يعني كمهنية أو يعني يعمل نوع متفاعل مع جمهور لكن ليس هكذا تورد القبل صحيح يعني يعني في في كلام يتقال فني قول رأيك مين مش عاجبك طيب كل الناس اللي بتنتقد النهاردة كانت هي اللي في القمة فوق صحيح يعني لما تبص شريف المخيف القضية ممكن شحات بتاع التشميس عبدالقادر اللاعب القماشة تانية وكل الناس بتتهاجم كل رامي ربيعة أحسن المدافعة قبلها بماتشين غلط غلطتين لا يا رامي دا اعلنين منك انك انت عملت حاجة بتسموها في الكورة الباصة المتفائلة ودي بتنطوي على مخطرة مخطرة دي دليل ايه اوبر كونفيدنس واش خاوي امكانيات واش تلعمل الحاجات الصعبة لا في الحفة دي ما تلعبش غير السهل المضمون قلتلك زال اللي بيتزل بالطيارة ما تعملش نفسك بطل قلم الصح مش ما تستعرضش نفسك وتدي مخاطر على حساب الركاب عشان يسقفولك في الاخ لو مش ولما مشتش تكلفهم حياته انا قلتلك قبل كده ان مشكلة دفاعنا انه مش خايفين ايه فمحدش بيمرمط نفسه يعني انت لما تشوف واحد زي بالفتوح بتاع المحلة شوف بيعمل ايه وبيرمي نفسه ازاوي حط دماغه ازاوي انه الديفنسي في الحتة دي شوف معاذ بيعمل ايه الحناوي الحناوي شوف شوف الدفاعات اللي في الفرح التانية كتير انا بس دول انه مزاجين النطين قدامي لان احنا بقى بنحل وعاديين نلعب كورة صليمة لا مفيش باصة بالسدر كابتن علي في التمنتاشر ابدا الا لو كنت الوحدة خالص وحتى الوحدة شوفنا انت بتراجع كورة للجنو هن واحنا وانت الوحدة يوم بيرميد السنة الفاتت وازاي اسفرت عن هدف والسنة دي ماتش زمالك لا بيرميد سنة نفات السنة دي الزمالك برضو عشان عايز توقف كورة لا لو انت بنقل بيفارمل وبيطاير الكورة لانك مستحش على الخطر لانك شام بريح الفانيلا وراك منافسة مكوش هتغلط ومش عيب ان النوع دي بقى موجود عندك ولذلك كل الناس رايح النموذج ياسر ليه لانه النموذج هو النوع صريح المدافعين في الحتة دي لعبوا بالطريقة دي وهاني بكل الانتقادات اللي عليه بيلعب بالطريقة دي مش ضروري نبقى لعبة كورة كلنا في المناطق الخطر هذا كلام لكن مقابل كده يا ما ادتونا مستويات ويا ما اسعدتونا وعلي معلول ما يتحطش مع اي محترف جي مصر السنين اللي فاتت دي كلها انجازات حطوا ارقام مع ارقام عشان تعرفوا مين ده لكن نقول له لا يا علي ما ينفعش دي لا تقف ولا دي ترجع بالسدر لا يعلم صح طيب برضو بمناسبة العدم الحيادية او عدم العدالة في الاداء الاعلامي نفسه مبارح كان الزميل اسامة السويسي ضيف على الزميل خالد فتوح في برنامج في ازاعة الشباب الرياضة فبيتكلم اسامة السويسي على المباريات المتبقية لكل فريق الاهلي والزمالك وبيرامنز فعلى ذكر انه اقرب مباراة لنادي الزمالك مع سموحة فقال سموحة عم حميد بسيوني عمره ما بيخسر من الزمالك كلمة قالت فقط الجملة دي التلات كلمات دول هم غلط ولهم صح انا في تقدير الشخص انه لو كان فيها تلميح سلبي فهو غير جائز من الناحية المهنية اذا كان فهم منها كده بس شوفوا بقى ردات الفعل وانا هنا عايز اتكلم بجد على منطق العدالة صديقنا العزيز عمر وهبة عمر وهبة امكاتب تويتا بسرعة زعت الشباب والرياضة الان تقول ان السموح هيسيب مطش الزمالك فقامت الايامة ممكن نبارك لمصر على كورة اليان منتخب مصر كسب كسب بفرق كبير دابل سكور ولا اكتر يعني اكتر من 37 25 منتخب مصر لكورة اليد بيتوك بطل الامم الافريقية للمرة التامنة على التوالي وهي تآهل لكأس العالم هي المرة التامنة في تاريخه مش على التوالي انا اسف لكن انجاز كبير في تنظيم مصر لهذه البطولة الكبيرة ثم في تتويج منتخب مصر يختار من منتخب تونس الجسم عشر صاحب الراحة تونس عشر تونس الاكثر بوزا باللقب عشر مرات المغرب كرواتيا مصر في كأس العالم كل التوفين ان شاء الله للمنتخب اللي بيشرفنا بجد منتخب رائع لكورة اليد فبقول لكم مجرد ما قال قسامة السويسي الكلمة دي اللي خلت فتوح في الإزاعة زعت شباب الرياضة عمرو وهبة بسرعة رح كاتب تويتا الحق بيحصل كذا كذا في زعت شباب الرياضة قامت القيامة انا لو بتكلم على انه في غيرة على القيم الرياضية هحيي عمرو وهبة ولو هتكلم على انه المسائل بتدرب المزورة بالشكل ده هقول انه ده خطأ بس ايه رأيكم ايه رأيكم في غياب العدلة المطلقة عن النادي الاهل تحديدا عبر كل موجات الازاعة الالك اللي كان لسه لعب من اربع تيام مع فيوتشر وكسبان شفتوا كمية التطاول والتجريح والإساءة لهذا الفوز لعلي ماهر لعلي ماهر واللي ادارة فيوتشر وللعيبة ولفلان ولفلان كل ده كان وما كتبش عمرو وهبة على الربابة لعمرو وهبة كتب ولا غضب ولا حد استجاد لأنها كانت على الأهلي كانت على الأهلي التشكيك في فوزه التقليل من أداءه والتشنيع ضد المنافس قلتلكم أنا من الأول من حيث المبدأ لو يفهم إنه المسائل مبطنة كده بأي انطباعة سلبي أنا ضده لباسيوني أو لغير باسيوني مهما كانت صحيته بس أنا ضده ده اللي استفتاء أستاذ إبراهيم هو علي ماهر حيفوت قبل الماتش حيفوت بعد الماتش هو علي ماهر فوت أرجوكو نادي الأهلي ده مش نادي كبير ويحترم وتحترم قيمه وجماهيره محدش يتغضب لها فيتقال كل هذا الغضب ومحدش فتح كلمة ضد كل الإساءات اللي بتحصل في حق الأهلي وحق رئيس النادي الأهلي وحق تقاليد النادي الأهلي وحق تاريخ النادي الأهلي وكانت كلها بتبقى على مرأة ومسمع من الجميع من الجميع وتكتبت فيها مذكرات وتبعتت شكاوة والحد هو ده الشعور السلبي اللي عنده الجمهور هو ده اللي اللي حد عايز يعالج يعالج فعلا مصدر مثل هذه الأزمات ثم الاختيارات أنا مش عايز أتكلم على زمل بس إذا كنا بنتكلم على الإزاعة هل يعقل أنه 11-12 زميل مزيع عبر الأثير كلهم في اتجاه واحد كلهم في اتجاه واحد تالي من هنا تلاقي ده تالي من هنا تلاقي ده يعني يعني كابتن خالد الغندور وشادي عيس وكابتن أيمن وإحمد خير وماركو مراد وحازم إمام وفرح علي وإبراهيم إبراهيم فاي وإبراهيم عبد الجواد وكريم خطاب وماهر جنينة ومحمد شبانة 12 واحد قصاد كابتن شبير حتى لو فيه ناس معتدلة فيه ناس كتير في أداءها موضوعية ومعتدلة لكن أنا بكلمكم على حقيقة الانتماء طب إيه الوضع إيه ده وفي الآخر يطلع حد علشان يثبت حاجة يقولك الإعلام الأحمر الإعلام كله أحمر بأمرت إيه وعلى فكرة مرة ثانية وثالثة وعشرة اللي مطلوب الحياد والموضوعية والأمانة المهنية بس أنا متوقف قدام مش هتغير انتماء حد لكنه المطلوب مراعاة حق النادي الأهل في كل ده مراعاة حق النادي الأهل إذا كنت بيتلوم على حد قال جملة غلط شوف بقى البقى ده عامل إزاي ليه ما حدش ليه ما حدش بينطأ ولا حد بيحاسب ولا حد بيرد والناس بتستسهل التجاوز في حق النادي الأهل هنا بقى أعزاء أقول حاجة هنا ده اللي بيخلينا يتوقف أمام بعض من أبناء يا سيد النادي الأهلي اللي ينتظر منهم دور يواجه هذا الدور مش تحيز بس فيه انصاف لكن لما نمشي مع الموجة والنغمة والسفتقاتنا كلها مين يعود ومين يمشي ومين ينفع ومين يصح ومين ما صحش وكلها أرقام وكلها سلبيات على النادي الأهلي قبل وبعد المباراة ده اللي مزعلنا دول إخواتنا كلهم اللي بنتكلم عليهم دول بننبعهم وأنا لما بقول أن فلاني الفلاني اللي سافر وطلعت له أنا وعلاقي عشان نرجعه كنت بقولها من باب أن إحنا الأهلي كان في ظهرك ولما تخلى عنك عايزينك وانت في هذا المناخ تبقى رمانة مزاه بس هنما قبل ماتش فيوتشر هات بس أنا نفسي كنت تبص على اللي تقال قبل ماتش فيوتشر في البرنامج عشان تتدايق زي حبما يعني يكون يعني مشاعري غلبتني شوية ويمكن قبل الجونة مش قبل بفوتشر قبل ماتش فيوتشر قبل ماتش فيوتشر قلعا يعني قبل فيوتشر يمكن كان الجونة مدايق الناس لكن قبل الجونة وانت طالع يوميها بتتكلم على الأهل بكل هذه السلبيات وكل هذه العيوب وبتنتقد المدرب وبتنتقد وكل واحد بيقول الله أعلم بالنواية طبعا مؤكد منه من الناس ما تقصدش وتسيل الآية ليه ولكنها بتسيل الآية احنا عايزين اعلام يتوازن شوية هو ده يا جماعة هو ده بجد الازاعة المصرية بدأت عام تلاتين انتو بتكلموا في ايه يعني بنتكلم ازاعة فات عليها قد ايه بنتكلم على التلفزيون بدأ سنة ستين يعني الريادة بالنسبة لمصر في المنطقة ريادة علمت كل الناس دي هل الانحيازات قوي اللونية بهذا الشكل ده لصالح صورة مصر الاعلامية السليمة هل السكوت على كل الخروقات اللي بتحصل والتجاوزات اللي بتحصل في حق النادي الاهلي ده شيء سليم في رسالته هل ده طبيعي جدا يخلق صورة زهنية عند الجمهور ويضغط على عصاب المتلقي بهذا الشكل اتناشر قصاد شبير كابتن شبير الناس كلها لقى التقدير والاحترام بس انا بكلمكم على لما تغضب لمجرد كلمة قالت فيها او معلومة قول لنبقى يعمل ازاي يا سيدي خلن اتناشر موضوعيين بس انا بتكلم على صورة النادي الاهلي لما الامر يتعلق بأداء مهني لما بنغضب لوحدة قولون الرأي ايه في كل ده بقى طب نعمل ايه؟ الاخر اي منافس بس في نفس الوقت لما تدوسلى على طرف هسأل للباقيين انت بتتعامل بانه معيار وهنا الكلام لاتحاد الكرة ولما بقول اتحاد الكرة بقصد منظومة ادارة الكرة في مصر لا بقصد مجلس جمال علام ولا لجنة احمد مجاهد ولا لجنة عمر الجنيني ولا مجلس هنا بريدة ولا مجلس سامير زهر الله رحمه ولا اي حد بتكلم على منظومة ادارة الكرة المصرية لانه السابت فيها مع كل هذه المتغيرات في الاشخاص دايما اهدار حق الاهل وباستمرار اي مشكلة للاهلي تلاقوا الرأي الراغب في انه يظهر انه شجيع السيمان في اي موقف موافعك ان انت تكون شجيع السيمان بس خليك على طول يعني مش 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 مرة عطريس ومرة مش عارف مين فاكرين لما النادي الاهلي جي سجل كهرباء لما جي من البرتغال طلع اتحاد الكرة بقرار قاطع قال ساعتها اليوم السابع اتحاد الكرة يشترط سداد مستحقات البث والعقود المتاخرة قبل قيد كهرباء طلع الاتحاد وقتها في يناير عشرين عشرين اتدفع مقابل الكهرباء فاتورة ادفع اللي عليك قبل ما سجلك لاعب وساعتها الناس قالت ما هو الاتحاد يا جماعة بيلم ديونه مع الاتحاد معزور الاهلي عنده فلوس لازما يدفع راح الاهلي سدد كل المتاخرات عليه عشان يسجل اللاعب بتاعه في قيد يناير سدد اللي عليه تلف اللفة وينشر اليوم السابع نفسه ولكن امتى بقى في تلاتين نوفمبر عشرين عشرين اتحاد الكرة يوافق على جدول الديون الزمالك لانهاء ازمة القيد الله هيديل هيديل لانه خد مستحقات متعادل الافريقى وراح خادها من برا برا اديلي جدول لك الفلوس انت متخيلين ده نفس يعني انت مرة في يناير ومرة في نوفمبر واخيرا طبعا عشان كده انا بقول لكم الموقف سابت الموقف ضد الاهل في التعنت سابت وفي التسهيل في الطرف التاني سابت لانه لسه مجلس الستاذ جمال علام من اسبوعين وافق على جدولة كل ديون نادي الزمالك عشان يديله رخصة النادي المحترف بس الجدولة ديه استاذ برايب مفهوم الجدولة ايه بتدفع لي ماسل خمسين في المية والباقي وقصاته هو دفع ايه حد عارف محدش اعلن يعني ممكن مثلا على رأي رحانة ما بيقول له قصاتهم علي قال له يعني عايز تشتغل تلاتين سنة عشان اخد فلوسي في السنة مفخيه ايه الجدولة عبارة عن ايه حد يقول لي دفع مليون اتنين خمسة من اصل كم؟ خمسة اللي هما اللي يقال ان الوزارة ادت الاهل خمسة وادت الزمال الخمسة كويس هنا يا جماعة اتحاد الكورة وهو بيساعد نادي الزمالك نقول له برافو نادي مصري متعسر نادي مصري مش قادر يسدد كل الديون اللي عليه عنده رخصة تحتم عليه ان هو يخده عشان يشارك في بطولة افريقيا ماشي موافق ومرحب ويحيى انه يساند الاندية بس نادي الاهلي ده نادي والله النادي الاهلي يستحق هذه المعاملة برضه مش الاهلي بس كل اديت مصر لا ما هو هو اللي حصل من تشدد مع النادي الاهلي ويحصل تسهيلات اخرى اللي بيحتاج الرخصة الناس اللي بتشارك خارجيا فهي دي المشكلة فانت وانت بتتساهل وانت بتيسر في اتجاه لازم ان تشتغل بنفس المعيار في الاتجاه التاني مش تعنت وتشدد مع الاهلي ثم تساهل وتسهيلات في الاتجاه التاني هل ده معقول هل دي عدالة في الادارة حتى في التحكيم التحكيم بقى في اهدار العدالة حدس ولا حرج وانا بقول لكم انت بتتكلم على واقع ثابتة وبينة قررت بتعطى هنا لا تعطى هنا المفارقة انه الاسبوع اللي فات ده وقعة غريبة جدا مباراة الزمالك والمقاولين عبد المجيد ناشئ الزمالك بيعمل جنب عشان يسجل هدف اللي في غرفة الفار عمر الشناوي بسرعة هدف اتفرجوا اهيه وياريت نجيبها مع الصورتين لانه نفس حكم الفار هو نفسه على نفس اللعبة ايمن اشرف في البنك الالي يلغيها لان هي شايف ان هو فاول على ايمن اشرف تبك ال ابعادة الالي على كومبست الاتنين مع بعض شايفين ديت وشايفين ديت شايفين اللي فوق واللي تحت ادي الاتنين اللي فوق ايمن اشرف فاول عليه من حكم الفار اللي هو نفسه يحسب اللي تحت شوفوا الاتنين مع بعض عاملين ازاي يا جماعة فين المعيار هنا وانا بكلمكم على نفس غرفة الفار حاجة غريبة جدا في نفس المباراة الزمالك والمقولين الزمالك والمقولين حرص المرمى عواد في ضربة الجزاء للمقولين يتحرك برا اللاين واللعبة تدخل شرعا وفي كل الاعراف لازم انتتعاد الحكم يصفر ويحصل وغرفة الفار ما تستدعهوش رغم النداء يعني اختصاصها الطبيعي والاصيل لكن نفس غرفة الفار في مباراة للاهلي دسوء الحكم الفار اللي مكتوب على الاهلي يروح مفتش وجايب الجون الأخير جايب ان الفاول كانت الكرة في منشأها اول مبارح فيها فاول ويوقف الحكم ويرجعه عشان يروح يبص على الكرة من قبل كده كان فرغم انه كان الكتف في الكتف ما كانش فاول بس انت بتدور على اي حاجة تلغي ديها جون الاهلي ولما لغيت جون الاهلي وكرة متحركة وحسبت على النادي الاهلي جون من كرة متحركة نفس الخطأ تحسب هدف من كرة متحركة في مدش الزمالك ثم في مباراة الاهلي هو 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 نفس الخطأ بالعكس بقى كرة الزمالك مش بس متحرك لعبها مرتين زقها فراكها برجله كده وبعدين تسمع بقى كابتن عصام عفتاح يقولك دي روح الفار وتطلع الدنيا كلها تضحك يعني روح الفار ويبعت للاتحاد الدولي يسألهم على الواقع بتاعة الالف يقولون له لا يكون صحيح وما كانش يجب على الفار يتدخل ومحدش يتكلم هو اللي حصل لان دي روح الفار بس في مدشة زمالك والاهلي او الاهل وزمالك الفار تلعت روح مهناش تفسير تاني كبه انا اعمل ايه الفار طلعت روح اجيبه من ايه الراجل دا سعى الكرة وعملها كده ولعبها يعني اي عقل اي مطلوب نقبل الكلام دا ازاي واخد بالك احب تكلم من وقت حبنا ونا وانا محدش بقى مش مطلوب ان حد يستسمر اذا الكلام يعني في اي اتجاه اخر يعني طيب جهاد جريشا كابتن جهاد جريشا يتحدث بعد مباراة الزمالك والمقاولين عشان يبقى دا مش كلامنا دا مش كلامنا غرفة الفار اللي بتلغي قرارات للنادي الاهلي واللي بتلغي اهداف للنادي الاهلي هي غرفة الفار اللي هيتكلم عنها الكابتن جهاد جريشا مش احنا بعد مباراة الزمالك والمقاولين اولا راكل الجزاء المقاولين والزمالك والمقاولين رجل الجزاء المولين صحيحة حاكم احتسابها وكان فيها فرصة محققة مع وجود الكورة موجودة وفيه منافسة على الكورة وبالتالي الانظار مستحق من أمين عمر فرجل الجزاء صحيحة والانظار مستحق هنشوف التنفيذ لاحظ التنفيذ اللعب المولين العرب في لاحظة اللامسة وقبل اللامسة كمان محمد عواد مغادر بكامل رجليل اتنين خط المرمس وبعد كده محمد عواد حرس مرمس زمالك تصدى للكورة وصدها كان لازم او يجب على حكم الفار التدخل ومطالبة الحكم بيعاد رجل الجزاء مرة تانية في مباراة طلع الجيش وبيرامدز حكم الفار نفس الكلام الشناوي حرس مرمى بيرامدز فارق بكامل رجليل اتنين خط المرمى وبالتالي طبعا حكم الفار قاعدها وتعادت تاني ودخل الجود عايز اقول ان في المباراة في مباراة طلع الجيش وبيرامدز حكم الفار طبق في مباراة الزمالك الحكم الفار اخطأ لازم يعيد ركلة جزاء نادل مولي العرب المعايير يعني اختلاف المعايير اما تبقى من من الشخص الواحد من شخصين ولو ان انا مش مع هذه المقولة يعني تتبلع شوية لكن من نفس الشخص يبقى ايه ما اذا ناخدها بحسن ان ايه طيب لكنها مؤثرة ودائما الطرف المستفيد حد والمضار حد تاني هم هم الطرفين دول توجيه بطولات ولا اوضح ايه هو ده اللي بداي الناس خلي بالك ايه يعني خلي الناس عارفة ان ما فيش فايدة هتتلاحق تلاحق هناك فانت لازم كان رايحة نفسك عشان تستحمل هذا الكلام بس نشوف كمان رأي كابتن سامير عصمان كان قرر الحكم ممتاز انه حسب الفول واند اتظار لحمد توفيق لودي في ديئة 45 بعدها بديئة ونص ايوان كرة سهلة كرة سهلة مع لعيب نادي الاهلي وامد توفيق او حمد فاتح وامد توفيق اماني جي نبص عليها في لعبة بتهور من لعبة نادي بيرامس احتسب الخطأ السليم والمسافة حوالي 15 متر هنا الكرة دي زي ما احنا شايفين لعبة بتهور دي الكرة الوحيدة في التسليم تلخذ الحكم انه لعب بدماغه شوالي قد يحسب حسابات انت هو لعب مدينه انذار في 45 المشكلة لعب بيطور سهل جدا تفضل انذار الثاني مترده هنا طبعا حكم مبارا هذه الكرة كانت تستحق انذار لازم الانذار وبالتالي كان الانذار الثاني كان حيطرد على الاسر طبعا دي الكرة الوحيدة كابتن احمد حكم مباراة لعب شوية حسابات دي لعبة مهمة جدا ونرجع تاني تحركوا الحكم ممتاز زوجة ممتازة فعلا القرى جات في ايد لعب نادي الاهلي لكن دي بنسميها اليد الداعمة اليد الداعمة هنا خلاص مفيش مشكلة حكم المباراة حكم المباراة بمساعد الحكم شايف حكم الفار من غير ما نحس بارب أمر باستمرار لعب كان قرار سليم جدا ان هنا لقود راكل الجزاء ودائما وأبدا أخطاء الفار ضد الاهلي كابتن احمد الشناوي أيضا عن وقعة احمد توفير في مباراة الاهلي وبرامد والحكم أسباني نشوف رأي كابتن الشناوي أولا الكلام ده قمة التهور في الالتحام قمة التهور في الالتحام وحلي بالك قد للاعب النادي الاهلي اللي هو كريم فهد لعبة تشبه لها وده فيه انظار للنفس الكلام ده لأن فيه تهور في الالتحام والحاجات دي كلها يستحق الراجل توفيق البطاقة الصفراء التانية وبالتالي يخرج بالضبط بالنظار التاني وطرد بالله عليك قلولي مرة كده يعني كل الأخطاء دي لو حسبت بما يرضي الله كل واحد خد حاجة وكان زمن الاهلي معدي معدي بأخطاءه العجيبة اللي ما بتتكررش في حتة تانية كان زمنه معدي لأنه كان هتحمل بقى الأخطاء بتاعته اللي ما فيش حد ما يخطئش طيب شوفنا هذا الإهدار لحقوق العدالة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الإداري ثم على المستوى التحكيمي كل ده كوم ولعبتنا عليها كوم تاني خالص لأن الظروف الصعبة اللي الأهل بيمر بيها محتاجة اللعيبة تكون وقفة وقفة رجالة أقوى من كده بكتير أقوى من كده بكتير لأن أنا قلت لكم من بدري فيه قدرات لكن فيه مستوى غايب صحيح أنه ريكاردو سوارش قال أن أنا ما خدتش وقت كافي عشان أقدر أعمل الاستشفاء اللازم للعيبة فكانت النتيجة بس دي نقطة مهمة بس حتى ضغط المباريات ده جزء من إهدار العدالة لأن أنت بتلعب كل 12 كل 3 يام مباراة بالضبط 8 مباريات في 28 يوم طب ده يعني في عرفة لا لا تساني بقى تخداش كده أنت كده وخدم بالآخر أنا قدامي إحصائية وفنطة قول من أغسطس عشرين لأغسطس عشرين سنتين سنتين أهو الآلي لعب أكتر من الزمالك بعشرين مباراة طيب تفضلوا الزمالك ده أعرب منافس بخمستاشر مباراة لأنه بيرمد كان بيلعب واخد بالك كان بيلعب وانت لسه عندك مبارتين زيادة يعني هيبقى 22 مباراة لما تتساوى هتبقى لعب أكتر من أي فرقة بتنفسك أعرب منافس طيب لما تراكم كل ده على بعض الحد النهار ده وتيجي في شهر زي ده تلعب طمان ماتشط يعني آخر شهر يعني إيه الاحتمال للأغلب في كل هذه التحديات إحنا أقولنا إيه الاحتمال للأغلب ورغم هذا مش عايزين نلتمس العذر قوي لأن يعني بيراميد تفوق علينا بالضغط الجماعي والفردي وهذا الالتزام وهذا الحرص الشديد تبني على غل إنه آخر ماتشط خسران وإنه ربما فيه نوع من التحدي الشخصي آه فيه دوافع أخرى وفي ناس أقول لك قضية الكابتن عبدالله والناس متعط أين كان هناك دوافع إضافية كان يجب أن نشحن بطرياتنا بدوافع أقو الحقيقة أفضل من شحن هذه البطريات وذكر الناس بروح القتال كان من والجزية ودي رسالته الأديمة قوي اللي المفروض لعبة الجيل الحالي تسمعها نفكر أنا ترابطي أن يكتب ويتحط في النادي هنا في الجزيرة للمكان الفرع اللي نحن نظرناه نادي الأهل في الجزيرة أسوأ من الحزن بعدم الفوز هو الخجل من عدم الحرب ده 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 الجملة بتاعتي ممكن نخسر بس لازم نحارب وللآخر ونموت في المرعب لو محترين عشان نكسر طبعا في تفاعل فوري معهود يعني برقية تهنئة من لا بالنسبة للمانو الجزية أنت اللي أول عايز تتكلم عن المانو الجزية بس أنا عاصل الخبر ده نهمني جد منو الجزية طبعا مش عاية منقشة أن الفخر دي أستاذ برايق أو الجملة دي لازم تكون يعني نبراص عليك أن تقتل ويحصل ويحصل بس إنما الأسوأ من الهديمة عدم القتال للنصر إنك تستسلم وتقول أنا تعبان لا إيه أقرص أقرص جيب بقى الساكند وين خش على التانك الاحتياطي بس يا رب يكون لسه موجود التانك الاحتياطي ده لكن عايزين هذا القتال الذي ميز النادي الأهلي وبرضو نحط كلام جوسيدة قدامنا ونستفيد منه إن شاء الله ده كان كلام مهم جدا لكن قمة التتويج والتكريم لأبطال مصر في كرة اليد كانت برقية فخامة الرئيس عفتاح السيسي وهني منتخب مصر كرة اليد على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخي وأود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب وكذلك الجهاز الفني وتأكيد سيادة الرئيس على أن منتخب كرة اليد بقى واجهة رياضية مشرفة جدا للرياضة المصرية ده فعلا تقدير رفيع المستوى لفريق يستحق مننا جميعا كل التحية لأنه ما يفعله أبطال منتخب مصر في كرة اليد شيء مشرف جدا من قمة من الناس لازم تبص على دي جاي من قمة ولكنها قمة إعداد صحيح يعني أنت رحت استعددت دورة البحر قبل المتوسط لعبت مباراة قوية وكنت قابقة وصينا أو أدنى أنك تفوز وبعدين جيت على تحدي جديد كسبته وبجداره ورحت كاس العالم وأنت البطل ودي نقطة مهمة جدا فروحت في مجموعة أراها بإذن الله تكون في المتناول بإذن الله كل التوفيق لمصر دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله أسبوع الخير